نذهب للمجاز الأهم الأخبار مع منا تفضلي منا شكرا ليك شازلي التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش مجاز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في ثالث أيام التشريق ورابع أيام عيد الأطحى المبارك مستبشرين شاكرين الله تعالى على ما أنعم به عليهم من أداء مناسك الحج من جانبه أعلن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية نجاح حج هذا العام على كافة الأصعيدة الأمنية والخدمية والصحية دون تسجيل حوادث أو أمراض وبائية بين ضيوف الرحمن أعلن الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي أن حكومته استدعت سفير كندا للاحتجاج على قرار أتاوى تسليم ألمانيا توربينا أساسيا لتشغيل خط أنبيب الغاز الروسي نوردنستريم 1 على الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو وقال زيلنسكي أن القرار الكندي لن ينظر إليه في موسكو سوى على أنه علامة ضغط حذر الاتحاد الأوروبي من موجات هجرة جديدة بسبب أزمة الغذاء التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا وقالت المفاوضة الأوروبية لشؤون الداخلية إن نقص المواد الغذائية والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة يمثلان مخاطر أمنية من شأنها أن تدفع الناس لمغادرة بلدانهم وأكدت يوهانسن ضرورة عدم الانتظار حتى حصول أزمة على حدود الاتحاد الأوروبي قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن انتشار الأسلحة تحول المجتمعات الأمريكية لميادين قتال وتعهد بايدن في مراسمة في البيت الأبيض بمناسبة توقيع قانون جديد بشأن ضبط الأسلحة بإعادة فرض حضر على الأسلحة الهجومية مشيرا إلى أن القانون الجديد هو أول تقدم مهم في 30 عام لكنه غير كاف لوقف العنف المرتبط بحيازة الأسلحة في الولايات المتحدة نقل رئيس سريلانكا جوتابايا راجابسكا جوان إلى قاعدة عسكرية قريبة من المطر الدولي الرئيسي وكان الرئيس جبابسكا قد فر من القصر الرئاسي في كولومبو بمواكبة أمنية من سلاح البحرية السبت الماضي قبل وقت قصير على قيام ألاف المحتجين باقتحام المجمع الرئاسي في الوقت الذي أعلن فيه رئيس البرلمان أن راجابسكا سيستقل غدا الأربعاء لإفساح المجال أمام انتقال سلمي للسلطة ألقى أفراد عائلة وأصدقاء ورئيس الوزراء الياباني سابق شانزو أبي نظرة الوداع عليه في توكيو بعد يومين من اختياله بالرصاص خلال تجمع انتخابي ونقل جوتمان أبي من منزل عائلته إلى معبد زوجوجي حيث سجيا لإلقاء نظرة الوداع عليه قبل جنازة خاصة اليوم أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن أعمق وأدقي صورة بالأشعة تحت الحمراء للكون البعيد حتى الآن وذكرت الوكالة بعد الكشف عن الصورة التي التقتها تلسكوب جيمس ويب وهو أكبر تلسكوب صنعه الإنسان بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الصورة تظهر آلاف المجرات بما في ذلك الأجسام الخافتة التي التقتتها الأشعة تحت الحمراء وأوضحت الوكالة أن المنطقة التي تغطيها الصورة تشمل جزءا ضئيلا من الكون وقالت أن هذا الجزء يشمل رقعة من السماء بحجم حبة الرم التي يحملها شخص ما على الأرض وينظر إليها بطول ذرعه ورياضيا توصل الاتحاد المصري لكرة القدم لاتفاق نهائي مع البرتغالي روي فيتوريا لقيادة منتخب مصر الأول لمدة أربع سنوات مقبلة خلفا لإيهاب جلال قاد روي فيتوريا فريق منفيكا البرتغالي للفوز ببطولة الدور مرتين وكأس البرتغالي مرة وكأس الرابطات مرة بالإضافة إلى لقب كأس السوبر البرتغالي مرتين كما نجح روي فيتوريا في قيادة النصر السعودي للفوز بلقب الدوري للمحترفين قبل أن ينجح أيضا في حصد لقب كأس السوبر السعودي مشاهدين عودة للزملاء شازلي وجمانا لاستكمال باقي فقرتهم الرياضية شكرا جزيلا